السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير. اه النهاردة هنحلل تلات مباريات تلعب النهاردة في الدور الممتاز. المباراة الاولى كانت ما بين الجونة وفريق سموحة. واتلعبت على استاد المرحوم خالد بشارة. انتهت المباراة بالتعادل الايجابي اتنين اتنين. احرز اهداف سموحة. اه مصطفى فتحي. واحرز اهداف الجونة عمر السعيد. يعني لعيب الزمالك احرزه اليوم اربع اهداف. اه مصطفى فتحي الهدف الخامس ليه. وكمان عمر السعيد نفس الاعداد. اه بيوريك قد ايه? ان الزمالك فرد في لعيبة. اه كانت ليها تأثير احسن من اللعيبة كتير دلوقتي بتلعب في الفريق. طبعا الجونة اه نقطة مهمة احرزها وكمان سموحة تعتبر نقطة مهمة جدا ليه. اه اه هما كده اساسا الجونة وسموحة من الفرق اللي لما بتكمل في الدور بنفس المستوى اللي بدأت بيه بتفضل في المنطقة الدافئة. اه نقطتين اه اضاع عليهم ولكن نقطة مستحقة لكل فريق. المطش النهاردة كان اه فيه هجوم اه ما بين الفرقتين متبادل. وامتلاك في نص الملعب. عندهم لقابة دانية عالية جدا. عندهم اه تركيز مع اه جميع اوقات المباراة. رضا شحاتة واحمد سامي من المدربين اللي فعلا اثبته كفائتهم التدريبية. المباراة التانية كانت اه الساعة اه سبعة بتوقيت الامارات. كانت ما بين المقولين والمقصة وانتهت بالتعادل السلبي. موجهة ما بين اهاب جلال وعماد النحاس. المقولين عمل كل حاجة في الكورة النهاردة الا احراز الاهداف. اه المقصة في المنطقة الدافئة. المقولين لسه في منطقة الخطر. محتاج ان هو اه يحقق فوزين على الاقل عشان خاطر يبعد عن اه منطقة الخطر. المباراة التالتة كانت ما بين بيرامدز وفريق المصري. اه انتهت بفوز بيرامدز اتنين واحد. اه عمر كمال احرز للمصري. وبرامدز احرز له محمود وادي. اه بيرامدز دلوقتي في المركز الخامس والمصري في المركز الرابع. اه طبعا بالنسبة للمصري نتيجة مش كويسة بحكم ان الماتشوات اللي فات كان المصري مش كويس جدا. ولكن بيرامدز النهاردة قدر يحقق فوز. وتقريبا ده الفوز بقاله سبع سنين ما قدرش انه هو يحققه حتى من ايام ما كان اسمهم الاسيوتي. اه مبروك طبعا لجمهور بيرامدز العريض اللي احنا عارفين ان هما يتعدوا على الصوابع. اه الحاجة بقى اللي عايز اتكلم فيها وهي ان اه الزمالك اه فرط فيه لعيبة مفروض ما كانش يفرط فيها من ضمنهم كمان محمد ونجم المغربي ورجعه الوداد. واللاعب ده بجدة ظلم مع الزمالك وما خدش حقه. وللاسف دلوقتي اه بيندموا عليه سواء هو ولا عمر السعيد اللي كانوا ركنيهم على الخط ولا اه مصطفى فاتحي. مصطفى فاتحي بسم الله ما شاء الله مع اسموحة زي ما انتم شايفين عمل ازاي. اه نفس الكلام مع عمر السعيد ومحمد ونجم لسه اه احرز هدف في كايزر تشيفس في دوري ابطال افريقيا. اه كان عامل اسيست يعني يوريك ان فيه تخبط اه كبير جدا وفيه كلام بيقول ان فيه تصمر للعيبة ويمش عايزين يتضربه. اتمنى من اه الجماهير بصراحة مبارح زي ما شفنا في بعض الجماهير كانت يعني حالتها صعبة جدا بسبب التعادل اللي حصل مبارح قدام فريق ودي دجلة. اه بالتوفيق طبعا اه لفريق ودي دجلة وان انا ما نحبش ان هو ينزل درجة تانية. ولكن اكيد الزمالك طول ما هو منافس في الدوري. وحتى لو هيفضل على المركز التاني المهم انه هو اه يعدي من الفترة الصعبة اللي هو فيها دي. وياريت بس يتعلموا حاجة واحدة بس. احنا احنا مسلا يقارن نفسيهم بالدوري الاسباني ويقارن نفسيهم مش عارف بمين ويقارن نفسيهم بمين. انت لسه ما انت معرفش تكسب محلة ومعرفش تكسب هذه دجلة. وعدتوا تكسب بانه من مشكلة الزمالكوية للاسف انه هما اخدين فكرة انه هما احسن نادي في الكون. طب الكلام ما ينفعش كلام بس كده. لازم نا لما اتكلم او اعمل اي حاجة اعملها عن واقع. هل انا قد الكلام ده ويقولك انا لو كنت لعبت بايرن وكنت كسبته. يا فرحتي انا اقولك ان انا لو كنت لعبت مش عارف مين كنت كسبته. مفيش الكلام ده في الكورة. خليك واقعي وقف على الارض وانت بتتكلم عشان ما تقعش على ايه نفوخك. من الاخر يعني. طبعا بكرة اهم موضوع هيتلعب هيكون فريق جلطة السراي مصطفى محمد. وفريق انقرة وجدوجو. تقريبا فريق انقرة اللي فيه آآ 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 باجي. وآآ اللاعب اللي كان عندنا نسيت اسمه ايه? الصغير دوت. الانجولي. والله نسيت اسمه اقسم بالله. اللي هو زحليقة ده. هنسميه زحليقة. هيلعبه هكرا ان شاء الله. ونتمنى التوفيق طبعا لمصطفى محمد. وفي الختام احلى. سلام.